بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تم توقيع اتفاقية هبا خزانة المفكر الراحل محمد أرغون لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية خزانة الراحل تتضمن على أكثر من خمسة آلاف مؤلف وسبعة آلاف مجلة في مختلف الحقوق الأدبية والعلمية اعتبار شخصية إنسانية اشتغلت على ثقافة العربية الإسلامية وحاولت أن تقدم تصوراتها فيما يتعلق بالتجديد والتجدد الدائم بالنسبة لهذه التقافة يجعل المكتب الوطني تفتخره بأن عملت زوجته توريا العقوب على أن تحتضن المكتب الوطنية في المملكة المغربية أنا جدت سعيدة بتواجدي هنا أرغون شخصية إنسانية اشتغلت على تصورات متعلقة بالثقافة العربية الإسلامية وسبل تجديدها نقل خزانة الراحل من باريس إلى المغرب كانت بمثابة تحدي كبير خاضته زوجة الراحل التي أبت أن يستفيد المفكرون بالمغرب من هذه الثروة الفكرية أركون إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي المعاصر شغل الراحل منصب أستاذ ودرست دراسات الإسلامية التطبيقية في كبار الجامعات الأوروبية منها والأمريكية والمغاربية